اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستقرة ربيعية في عموم المناطق الأجواء كانت مناسبة للخروج وأيضا لممارسة النشاطات الخارجية بشكل عام خلال أيام القادمة توقع أيضا أن تستمر هذه الأجواء أي الأجواء الربيعية الدافئة في أغلب مناطق المملكة مع الخفاضات الطفيفة وارتفاعات طفيفة من يوم لآخر المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول التقص المستقر والتقص الربيعي والأجواء الربيعية المناسبة للنشاطات الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة سؤال الأقوان الصناعية المنطقة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية بدون فعالية تركزت في المنطقة الجنوبية والشرقية هي عبارة عن غيوم عالية كما ذكرنا بدون فعالية سرعان ما تحركت هذه الغيوم شرقا باتجاه شمال المملكة العربية السعودية وباتجاه أيضا الأراضي العراقية فاسحة المجال لأجواء مشمسة بشكل عام خلال ساعات النهار توزيع خراءة درجات الحرارة في طبقات الجوء المتوسطة توضح تمركز لكتل هواية ذات درجات حرارة أعلى من المعتاد في المملكة لكن تتراجع حدة هذه الأجواء ذات درجات حرارة أعلى من المعتاد قليلا اعتبارا من يوم الخميس وأيضا يوم الجمعة حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة خلال يوم الخميس والجمعة لكن تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت العام تستمر الأجواء ربيعية إلى شبه ربيعية خلال ساعة النهار لكن الأجواء تبقى باردة خلال ساعات الليل التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تشير إلى استقرار الأجواء تقصى في ثمان درجات مئوية الملموسة ثمانية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الخميس 19 درجة مئوية انخفاض طفيفة لدرجات حرارية من الجمعة 18 إلى 7 أما يوم السبت المزيد من الخفاض لكن تبقى أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام 17 درجة مئوية إلى 9 درجات مئوية مع تقص غائم جزري بهذا نهي نشرتنا للقاء